طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بتأجيل جولة إعادة الانتخابات البرلمانية بعد الإقبال المتدني في الجولة الأولى الأسبوع الماضي معتبرا أن البرلمان الذي سينتج عنها سيكون فاقدا للشرعية والمصداقية وقال الأمير العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنه كان يتوقع بعد الانتخابات أن يعترف الرئيس قيس سعيد بأن المسار الذي يسلقه لم يكن ناجعا مضيفا أنه من الحكمة تأجيل الجولة الثانية لتجنب الفوضى بحسب تعبيره هذا وتجرى جولة الإعادة في معظم المناطق التونسية الشهر المقبل بعد فوز 21 مرشحا فقط في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية قال رئيس حراك مواطننا ضد الانقلاب القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك إن بيان الاتحاد العام للشغل الإيجابي مشيرا إلى أن الاتحاد قادر على تجميع القوى الوطنية وممارسة دور مهم في إنهاء الأزمة السياسية مجددا يصاعد الاتحاد التونسي للشغل موقفه ضد الرئيس قيس سعيد معتبرا أن نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشيعية تفقدها الشرعية والمزاقية وبلهجة شديدة يحذر من الانحراف بالحكم إلى نظام يشكل طربة صالحة للاستبداد وفق تعبيره هذه انتخابات لا طعم ولا لون لأول مرة في تاريخ تونس نسجل مثل هذه النسب وهي تعكس عدم ثقة التونسيين في الفاعل السياسي اليوم وأساسا ماسك بالسلطة رئيس الدولة الذي قدم وعود لتحسين أوضاع المعيشية للتونسيين اليوم هذه الوعود زائفة لم يكتفي الاتحاد بلهجة تحذير بل شدد أن الأمر يستدعي منه تحمل مسؤوليته مع القوى الوطنية في أنقاذ البلاد وفق خارطة طريق مضبوطة جبهة الخلاص الوطني ترى في تحذيرات اتحاد الشغل رسائل إيجابية وأعربت عن استعدادها لمد يدها لكل مبادرة لإيجاد بديل سياسي الاتحاد عنده قدرة كبيرة على جمع شتات المعارضة جمع شتات الكوى الديمقراطية والوطنية كنا نعتقد من البداية أنه سيلعب هذا الدور الوطني الذي تعود على لعيبه وهي ليست المرة الأولى يعني سنة 2013 كان الاتحاد رائد في عملية تقريب وجهة النظر اقتربت إذن مواقف الأحزاب المعارضة للرئيس مع أطراف مساندة له ومنظمات نقبية كانت تحاول إمساك العصى من الوسط في تعاطيها مع الأزمة صارت خطباتهم جميعا متشابهة كل ذلك قد يفتح الطريق لتنسيق المواقف والعمل المشترك لإيجاد مخرج للأزمة انقطع حبل الودي بين اتحاد الشغل والرئيس وصارت مواقفه أقرب إلى مواقف المعارضة تحول غير مسبوق في لهجة الاتحاد غير موازين القوى لصالح المعارضة يؤشر ذلك على أن الاتحاد قد يلعب دورا سياسيا في حسم الأزمة بسم دعاسي العربي تونس تنظم اليوم حركة النهضة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تنديدا باعتقال علي العريض رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحركة وكانت الحركة قد استنكرت في وقت سابق لاستهداف الممنهج لنائب رئيسها واعتبرته محاولة يائسة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد للتغطية على الفشل الدريع في الانتخابات التشريعية مضيفة أن استهداف قياداتها وسائر المعارضين لن يحسن حياة تونسيين ولن يحل مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة في هذا المجال أنا أتكلم تنضم إلينا من تونس مراسلتنا أميرة مهذب مرحبا بك أميرة لتحدي التودسي العام للشغل طالبة بتأجيل جولة إعادة الانتخابات ضعينا في تفاصيل هذه التصريحات ويعني تفاعل أيضا الأحزاب السياسية معها نعم ماجد صباح الخير هذا البيان الذي صدر على الاتحاد العام التونسي للشغل يكاد يكون البيان الأكثر تصعيدا منذ 25 من يوليو 2021 الاتحاد العام التونسي للشغل أعتبر صراحة أن هذه الانتخابات فشلت في جلب المقترعين على واختيار ممثلهم للمجلس النيابي المرتقب أنها جاءت بلا طعم بلا لون وبلا رائح على حد وصف الاتحاد واعتبر أن عزوف تقريبا أكثر من 90% من التونسيين عن هذه الانتخابات هو يعني يجعل الانتخابات فاقدة لكل مصداقية ومشروعية أيضا في نقطة ثانية ونقطة مهمة اعتبر الاتحاد أن تقريبا هذه الانتخابات إضافة إلى أنها فاقدة للمشروعية وفاقدة للمصداقية جاءت بعد مصار فرض فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد تغييرا قصريا للدستور وتغييرا قصريا لقانون الانتخابات وجاء بعد مصار كثرت فيه المآسي والمآزق واعتبر أيضا الاتحاد أن يجب تقريبا إلغاء أو تأجيل الدورة الثانية لربما حد لهذا مسار عزوف التونسيين عموما لقى ذلك أيضا ربما ردود فاعل من قبل المعارضة التونسية التي اعتبرت أن هذا التغير في موقف الاتحاد الذي كان إلى زمن قريب مساندي لرئيس الجمهورية ومساره ربما تغير إيجابي إلى حد كبير يؤسس إنصح التعبير إلى جبهة إنقاذ من هذا المسار الذي يصفها الكثيرون هنا في تونس من معارضة سياسية وحزبية وأيضا معارضة مدنية أنه مسار بات متخبطا ويعني جلب كثير من الأزمات إلى تونس أو عمقها الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس يأتي ذلك كله تقريبا أيضا مع تصعيد من قبل جبهات الخالص الوطني حركة النهضة التونسية خاصة أن في وقت تزامن ذلك كل ارتدادات الانتخابات تتزامن مع اعتقال السياسي في حركة النهضة والقياد في حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض والتي تنظم من شأنه حركة النهضة التونسية ودعت من شأنه إلى وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة وبالتالي نحن اليوم إزاء تحركات احتجاجية سواء مطالبة بعدم محاكمة السياسيين وخصوم الرئيس وأيضا تحركات أخرى قد نشهدها في قدم الأيام يعني تطالب صراحة بإنهاء هذا المسار وإيجاد بديل له شكرا لك مراسلتنا أمير مذب كنت معنا من تونس شكرا للمشاهدة